في كل واحد بيبقى ليه عادات وتقاليد قبل المباريات انت كت عاداتك ايه قبل المباريات بتعمل ايه قبل المباريات اقول لك بقى كابتن قلت بقى عامل ايه ما دي من بمن الحاجات بقى اللي الواحد اتعود عليها زي زي انا عشان كده بقول لحضرتك ايه مختلفة شوي انا من النوع الفول والطعمية ده كان اساسها انت اه انت تجي تلعب مباراة بتفتر تأكل اول طبعا الوجبة العادية طبعا انا فيها رز ولا ماكرونة بتاع لحوم يعني بيديك بقى نسبة عشان تكملك المباريات لا انا مش من النوع الكلام ده ما تنفعنيش لو كنت بتدرب بقى لو كنت باخد سندوشات معاي سندوشات ايه ايه كان بقى طعمية فول جبنة بتاع ايه شي بتأثر عليك ايه كابتن مع عشان المجولة مش انا بقولك من خمس سنين لحد مسلا خمسة وعشرين سنة وانا كنت بالعب في الشارع اتعودت عليك ايه خلاص طبعا ما تاخد حاجة زيادة في اللحوم واللي حاجة زي كده ما ماقدرش ااخد اه بيجيب لك الواجبة هي هي الواجبة ما تقولش اكتب الواجبة اه وبعدين بقى بيعمل لك بقى قبل المباراة يجيب لك واجبة تاخد لك حتتين شوكولاتة على كورنفليكس على لبا حتة الكيكو بتاعه لا 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 الكلام ده ما ي ما كانش بيمشي معا لا لا ما كانش بيمشي معايا وبعدين يا كابتن انا طب هل المدرب كان بيعرف الكلام ده عارف فيما بعد قالك ايه مايكل للأسف في واحد يعني خبص عليه قال له ده بيعمل كده فرح عامل لي كمين بقى اه استخبالي في حتة كده وانا باياكل طلعت الاكل بقى من الملعب قال لي تعال ايه ده قلت له بس انت ليك ايه الملعب الملعب اه انا لو قصرت في الملعب ايبقى حاجة تاني اه قال ليه لا بس انت بتباوز النظام عندي طب عايز ايه قال لي دي اغلى سندوت شكلتها في حياتك خاصم منه خاصم لي تلتميت جنيه تلتميت جنيه تلتميت جنيه كان بيوازي حاليا دلوقتي مسلا معرفش تلات تلاف خمس تلاف ايام ايه ممكن اه بس خدتهم عادي اه انما تعالي حاسبني في الملعب ده كنت بتعمل ايه بعد كده طب انت انت كده هتأثر معاك في الملعب اللي هي لما منع عنك الاكل ده بعد ما كلت يا كابتن بعد ما كلت لا بعد ما كلت لا بعد كده في المتشار فيما بعد بقى لقى كل بعيد عنه بقى ما خلاص وعرفت مين اللي خلص يعني خلاص واخدش منه الفلوس قبل يا اقمى الله اعلم بقى ما بس هو ان بنفسه طيب